يعني قبل الإجراءات والقرارات الأخيرة لو حابين كده ناخد نظرة بانوراما سريعة كده عن ما حدث في هيكل الأجور ليه العاملين بالدولة خلال السنين اللي فاتت بداية طبعا حضراك وتعلمون من 2019 بدأنا نطبق قانون الخدمة المدنية كان قبلها على طول قانون 73 وهنا كان هناك الرسوب الوظيفي ودي كان أزمة موظفي الدولة المصرية الرسوب الوظيفي ممكن الموظف يعود بعشر سنين 15 سنة لا يتم ترقيته والأسباب كانت بتقبل أسباب مختلفة لكن من 2019 أقول أن العدالة الوظيفية بدأت يتم تطبيقها في عملية الترقية أو الترقيات المختلفة سواء كانت للدرجة الوظيفية أو سواء كانت للمستويات الداخلية لو بدأنا المستويات بتقبل في المستوى طبعا ألف وبه وجيم في كل درجة وظيفية يعني الدرجة التالتة بتنقسم لتلت مستويات وظيفية المستوى ألف ومستوى به ومستوى جيم يعني تسع سنوات من عمر الموظف في خلال تسع سنوات يرقى تلت مرات في خلال تسع سنوات عشان ياخد الدرجة التي تبقى على الدرجة التالتة كان في السابق طبعا بيتم مدة البينية بتاعته يستوفيها ويقبع عنده خمس سنوات استوفى المدة ولكن لم يرقى فحينما يرقى يقبع هناك رسول وظيفي ضع عليه سنتين من عمره في خلال الفترة الحالية ده بيترجم مالية بيكون لها أثار مالية مش بس مجرد درجة وظيفية أو معصب هو ضع سنتين من عمره وأيضا برضو من الجانب المالي وما حصلش في خلال هذه الفترة على زيادة مالية لكن من 2019 أصبح هناك تغيير في التدرج الوظيفي وفي الترقيات أنه يحصل بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء الحالي في خلال هذه الفترة بيتم الترقية مع الحفاظ على المدة البينية المتبقية بمعنى حضرتك تمتي أربع سنوات وكان مفروض يبتأخذ المدة البينية بتاعتك ثلاث سنوات بس تستحب معاكي السنة دي معاكي في بعد ما تأخذي الدرجة بتاعتك يعني تأخذيها معاكي بل لفضلك سنتين فقط هنا حفاظا على أعمار الناس وحفاظا على حقوقهم وإرضاءا للموظف عشان تحصلي على درجة من درجات الردى والدولة المصرية ملتزمة أن هي تحقق العدالة للموظف المصري عشان تقدر تحصل على مستوى أداء تستحق الدولة المصرية